مساء الخير بعد 45 دقيقة من الآن تدق أجراس بكركي لتعلن حدثا استثنائيا بطله رجل استثنائي في تاريخ الموارنة وفي تاريخ لبنان ففي 20 أيار 1670 انتخب ابن إهدن بطرياركا على الموارنة فأعطي مجد لبنان وها هو اليوم وبعد 354 عاما يطوب ليعطى مجد السماء وبين المجدين جلجلة طويلة اشتازها البطرياركا بثبات وإيمان ورجاء وهي شبيهة إلى حد كبير بجلجلة لبنان التي لم تنتهي ولا يبدو أنها ستنتهي قريبا ومع أن طبول الحرب تقرع ورايات الحرب السود تلوح في الأفق فإن المشهد الليلة في الصرح البطرياركي في بكركي يشكل علامة رجاء لوطن يأبى أن يموت وهو وطن على صورة بطرياركه العظيم ومثاله فالدويهي في مسيرته الحياتية والروحية نموذج الإنسان المتجذر في أرضه الصامت فيها الرافض أي نوع من أنواع التغرب والاستسلام فهل تشكل طبوية لدويهي بداية جديدة للبنان واللبنانيين فلنطلب شفاعة لدويهي لنقترب أو لتقترب قيامة الوطن ولنتذكر أن تبويي لبنان وقدسيه يبقون أقوى من كل الشياطين وقبيل بدء الذبيحة الإلهية في بكركي لإعلان التطويب تنقل لنا الزميلتان ماريان زوين والجويس عائي الأجواء مباشرة من الصرح أما الصورة من إهدن ومجد المعوش فتوافين بها الزميلتان زينة بسيل وغريسيا أنتون